ده محتوى حلقة النهاردة اللي استهلاها المهندس عدلي بولسة ولسة في كتير الحقيقة لانه عايز اقولكوا انه من شدة التجرق اللي اشار اليه المهندس عدلي انه حد يعمل صفحة باسم عدل القيعي اوفيشيال صفحة رسمية ليس لي صفحات يا جماعة حلقة الى الاجراءات هل اعرفناكوا نمازج من الصفحة دي ايه بس عايز اقول حاجة ليس لي صفحات مهما كتبت سواء بالاشيادة او بالاخبار المتسوسة او او ما عنديش صفحات وما عرفش اعمل لا صفحة ولا حساب ولا اكتب ما عنديش صفحات في حتة اي حاجة اعرفوا انها كاذبة ومتسوسة ولا تلقوا اليها بالا بص صفحة باسم القيعي اوفيشيال واخبار عن الصفقات واخبار واللعيب الفلاني واللعيب العلاني ولازم يحصل كذا ورئيس النادي لازم يعمل كذا وحاجات بقولكوا ان المسألة في التجرق تصل ان انت تقول ده الاوفيشيال ده الرسمي شيء مش مفهوم لكنه احنا عرضنا الاسبوع اللي فات لنماذج كتيرة من حاجات مضروبة حتى بالنسبة للملك وكتابة ناس كتير عمال تشتكيلي انه في صفحات باسم ملك وكتابة وبتكتب وبتهاجم وبتشتم وبتنتقد في لعيبة وتسيل لعيبة وما لناش حتى البرنامج ملوش صفحة في السوشيال ميديا البرنامج فقط ضمن الصفحات الرسمية بتاعت القناة لكن كل ما هو موجود باسم ملك وكتابة وحطت صورنا وحطت اللوجو بتاع البرنامج ده غير صحيح واللي محطوط ده صفحة اوفيشل للمهاندسة عدلة ده كمان غير صحيح بالمرة يعني طلع فيها حاجات وأخبار وشوية إساءات وشوية إشادات وشوية فبراكات بشكل غير رسمي وانا ما حب اطلع اتواصل مع جمهورة هعمل زيك كده هعملي فيديو اتواصل بشكل مباشر ويبقى الناس يسمع مني مش هيقول كلام لا تبكي يا عزيزي لقد صرفنا ملايين من الجنيهات على مش عارف حنا فيها من ده بكاية تشرب شربة ماء ولا مش عارف ايه كلام حبيبي لا عيب عيب انتوا ايه النوعية دي ايه نوعية تطلق صورة وانت في البيت حتى يعني في الصورة وانت في الجنينة يبقى ده دليل ايه انه ممكن يكون حد من اللي جولي من اولادنا الصحفين اللي الواحد حاب يشجعهم ها صرب هذي الصور واستغلت او هو نفس يكون ورا الحدث ده عشان يعمل ارشين وينسبهم الى ايليا يعني امعرفش وهو حتى عايز يعمل ارشين ولا ممكن يخدني في سكة بعد كده مشاكل اه مشاكل اه مشاكل اه مشاكل اه مشاكل اه طب مني قاعد في بيتي ما دي صور بتنزلي اه دي دليل ايه ولا حاجة ام مساء الخير احبائي في الله اه مساء النور بس مش انا والله يا ريتني كنت انا انا مش انا 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 قاعد في البيت بس مش انا اللي قال الكلام ده ودي مش صفحات يا جماع ومالكش اي صفحات لا لكن انا حتته لسه لا ده القادم هتشوفه العجب والاسوأ لقد تدرق علينا الجميع لدرجة ان فيه ناس منه كانت بتكلمني بالتليفون من ستة شهر لمن سنة ها كلامهم عكس اللي بيقولي دلوقتي بعض اللعيبة والنماذج الزمالكوية الجميلة اللي كل واحد بيقدرهم ها ها كانوا بيقولولي اوضاع وبينتقدوا اوضاع عن نديهم الذين اللي يتحدثون عن اي مشكلة فيه الان وكأن البرامج كلها مخصصة لانتقاد النادي الاهلي والإساءة اليه والتدليس ودس السم في العسل والوقيع بينه وبين جماهيره وبين لعبته وقدرته بشكل فج ممجوج يرضي مين في شرع مين ايه الضمير اللي كادة هو مات فعلا اللي يدفع الناس دي تعمل كده يعني عندك نماذج كتيرة هنشرحها لكم في الحلقة